محتاجين كمان المفاوضية تقوم بدور في نشر الوعي والثقافة العامة بقبول الآخر وباحترام الآخر وحرياته لأنه ده جزء من فكرة الدولة المدنية الحديثة اللي احنا بنبنيها في الجمهورية الجديدة ولذلك كنت سعيد جداً بهذه الجلسة وسعيد جداً بإني شرفت بإني أعرض ورق التنسيقية الأحزاب والسياسيين في هذا الموضوع وإن احنا قدنا بالفعل تصور كامل مكتوب بقانون عن هذه المفاوضية وإن شاء الله لهاية البرلمانية التي تنسيقية تقدمه في مجلس النواب ونأمل أنه يخرج في هذا الفاصل التشريع أنتو كده معناه أنه كنتم بتقدموه يوم 28 اللي جاي مثلاً يعني لا لا بتكلم على أنه يطلع في الفاصل التشريع كله يعني في هذه الدورة البرلمانية أقصد يعني أنه يكون أحد مخرجات الحوار الوطني لأنه فيه توافق كان في الجلسة ويمكن ده الحاجة الوحيدة حتى الآن اللي كان التوافق كاسح فيها يعني ما كانش فيه خلافات جوهرية يعني مثلاً قضية أنت تتكلم فيها قضية القانون الانتخابات مثلاً هتلقى فيه خلافات في وجهات نظر وده طبيعي يعني يعني قانون مجلس النواب هتلقى فيه خلافات لأنه النظم الانتخابية في العالم فيها فيها تنوخ بس قبل النظام الانتخابي أنا عايز أرجع على المفاوضية مرة تانية ممكن هنا يبقى المواطن العادي بيسأل طب ما أنا عندي المجلس القومي لحقوق الإنسان صحيح أنا محتاج مفاوضية لمكافحة التمييز هو يعني ده سؤال صحيح جداً لكن عندك قضايا متخصصة بحاجة إلى التركيز عليها لأن أنت عندك المجلس القومي لحقوق الإنسان ومهتم بكل قضايا حقوق الإنسان بس وجدت أنك بحاجة إلى مجلس قومي للمرأة متعلق بقضايا المرأة متعلق بحقوق المرأة رغم أن حقوق المرأة حق من حقوق الإنسان فأنت محتاج مجلس قومي للمرأة وعندك قضايا الطفل وحقوقه أنت محتاجها فأنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة يعني الأصد أنه التنوع ده ممكن يبقى تكامل وممكن يبقى تعارض يعني ممكن تشوفها أنها تعارض وممكن تشوفها أنها تكامل أنا بشوف أن إنشاء المفاوضية متخصصة في القضايا المتعلقة بالتمييز تساهم في نشر الثقافة المتعلقة بمكافحة التمييز أو تساهم في القضاء على التمييز بإجراءات تنفيذية أنها تتلقى شكاة وتتواصل مع الجهات المعنية وتبلغ النيابة بالانتهاكات في هذا الأمر أن المواطنين يفضلوا أمام القانون سواء يكون في جهة بتبلغ جهات التحقيق أنه في تمييز في هذا المجال محتاجين أننا نشوفه وتبقى بتدي تقرير لمجلس النواب أنه فيه تشريعات معينة بها تمييز المراكز القانونية ممكن تبقى واحدة بس العقوبات هنا مختلفة عن بعضها وممكن نشوف ده في قانون العقوبات في بعض التمييز في قضايا متعلقة بين المرأة والرجل هتلاقي ده موجود نزال حتى الآن يعني